التنبؤات التنبؤات هي قسم من أقسام علم الإحصاء عندما أذكر علم الإحصاء هو بشكل مختصر هو استطلاع رأي أو بيانات لمجموعة إحصائية فأنا عندما أقوم مثلا بسؤال طلاب الصف عن اللون المفضل هذا استطلاع لمجموعة إحصائية فمثلا سنأخذ هذا المثال لنوضح كيف أقوم بالتنبؤ على فرض أن لدي 20 فتى 5 فتيات منهم يفضلون شراء اللعبة لول و 15 فتى يفضلون شراء اللعبة ترلز هذه مجموعة إحصائية 20 فتى هي مجموعة إحصائية وهذا استطلاع لرأيهم فالفتيات 5 من أصل 20 وهذا كما كنا نأخذ في الاحتمال فإذا 1 على 4 أو 25% من هؤلاء الفتيات يفضلنا لعبة لول فالآن المجموعة التالية 15 على 20 نأخذ الجزء أو النتائج المفضلة كنا نسميها على الإجمالي ويساوي كنسبة مئوية 75% الآن هذه المجموعة الإحصائية وهي العشرين فتى التي قمنا عليها باستطلاع وأخذنا منه نسب الفتيات الذي تفضل كل لعبة فلو أخذنا هذه النتائج ونريد نطبقها على مجموعة أكبر لأتوقع أو أتنبأ بالعدد الذي سيشتري كل لعبة فلو لدي 200 فتى كم فتى ستشتري لعبة لول وكم فتى ستشتري من اللعب الترونز هذا تنبأ أو تخمين ليس من الشرطة أن يكون دقيق 100% فإذا أردنا أن نقوم بالحساب نأخذ العدد الإجمالي وهو 100 ونضرب بنفس النسبة للمجموعة الإحصائية وهي 25% فهنا سيكون الناتج 50 فتى أما بالنسبة للمجموعة الثانية من الفتيات فأيضا بنفس الطريقة دائما خذ الإجمالي من الطلاب أو من العين الإحصائية وضربها بالنسبة المئوية أو الاحتمال الذي قمنا بإيجاده 200 في 75% هي 150 فتى سيقوم بشراء اللعبة الثانية من أصل 200 وهذا التخمين أو توقع ليس من الشرط أن يكون دقيق 100% في هذا السؤال في البداية ذكر لي أن الاستطلاع الذي قام به بيّن أن 6 من كل 10 طلاب لديهم مدونة أي مثل الدفتر فالاحتمال هنا أو سألني في السؤال أول ما احتمال أن يكون لدى الطالب في المدرسة مدونة الاحتمال هو الجزء الصغير أو النتائج المفضلة على الإجمالي النتائج هنا ذكر لي أنهم 6 6 طلاب من إجمال الطلاب وهم 10 6 على 10 إذن 69% أو أستطيع أن أكتبها 3 على 5 جميع هذه النسب صحيحة 6 على 10 هي 3 على 5 هي أيضا 60% لكن السؤال الثاني وهو المهم الآن يفترض أن هناك 250 طالبا تنبأ توقع كم منهم لديهم مدونة لحساب التوقع أو التنبؤ نأخذ إجمال الطلاب الآن هو 250 ونضربه بالنسبة المئوية أو الاحتمال فإذن الإجمال 250 وضربه بالاحتمال أو النسبة المئوية وتستطيع أن تضرب بأي واحد منهم 6 على 10 أو 3 على 5 أو 60% جميعهم سيكون إجابة صحيحة هنا أنا اخترت الثلاثة على خمسة 250 في الثلاثة على خمسة يساوي 150 طالبا إذن بالنسبة أو على حسب البيانات التي أعطانيها توقعنا هذا العدد من الطلاب في المثال سيستخدم البيانات في التمثيل الدائري ذكر لي أن 46% يوجد تلفاز في غرفة نومهم و 54% من الأشخاص الذين قمنا باستطلاع الرأي لهم لا يوجد تلفاز في غرفة النوم هذا الذي أنا سأحتاجه الآن بالنسبة أو على حسب النسبة المئوية في الأعلى توقع كم طالب من أصل 1370 لديهم جهاز تلفزيون نأخذ النسبة المئوية لأحسب التوقع نأخذ النسبة المئوية أو الاحتمال ونضربه بالإجمال النسبة المئوية للطلاب الذين لديهم جهاز تلفزيون هو 46% والإجمال هنا واضح أنه 1370 إذن باستخدام الآلة الحاسمة 46% تأكد من إشارة النسبة المئوية أو اقسم على 100 46% ضرب 1370 يساوي تقريبا 630 طالبا فإذن سنتوقع أن 630 طالبا لديهم تلفز الآن هنا لدينا عينة استطلاعية في هذا الجدول أراد في السؤال الأول احتمال اختيار مهنة في مجال الخدمة العامة لحساب الاحتمال نأخذ النتائج المفضلة وهي الخدمة العامة 6 على الإجمال هذه العينة الاستطلاعية هنا إجمالي الطلاب هم 50 طالبا فإذن 6 اختاروا الخدمة العامة من أصل 50 أو 6 على 50 يساوي 12% السؤال الثاني أيضا بنفس الطريقة لكن هنا اختيار مجال التعليم التعليم هم 14 طالب على 50 14 على الإجمالي وهو 50 يساوي كنسبة مئوية 28% هذه الأعداد قم بإيجادها بالآلة الحاسبة السؤال الثالث أيضا بنفس الطريقة لكن هنا اختيار مجال الرياضة وهو 4% لكن في السؤال الرابع لدينا تنبؤ مرة أخرى لأقوم بالتنبؤ أو التوقع أو التخمين كلهم نفس المسمى أخذ النسبة المئوية أو الاحتمال وأقوم بالضرب بالإجمالي الاحتمال وأضربه بالإجمالي الاحتمال هو نسبة مئوية الاحتمال كان لدي 14 على 50 أو إذا كتبت 28% صحيح إذا ضربته بالإجمالي 400 طالب في هذا السؤال فسيساوي النتيجة 112 طالب أتوقع أنهم سيدخلوا مجال التعليم من أصل 400 وأيضا في السؤال الخامس بنفس الطريقة لكن هنا توقع طلاب الطب احتمال طلاب الطب هو 11 من الجدول على 50 على الإجمالي أضربه بالإجمالي الطلاب الآن للعين الجديدة وهو 500 فيساوي 110 الآن للسؤال الثاني لدينا هذا نتائج الاستطلاع كيف ستنفق هدية بقيمة 20؟ الإستطلاع كان لو كان لديك 20 درهم كيف ستقوم بإنفاق هذه العشرين درهم؟ الآن أراد مني أن أتوقع من أصل 28 مليون مراهق ما الذي سيقوم بالشراء أو كم واحد سيقوم بشراء قرص موسيقى؟ دائما أتوقع أن أخذ الاحتمال للشيء الذي أنا أريد دراسته وأضربه بإجمالي العين الجديدة أراد مني لو سألني عن الذين سيشتروا قرص الموسيقى من العين القديمة الذين سيشتروا قرص الموسيقى هم 32% والإجمالي للسؤال كان 28 مليون هو سألني عن 28 مليون لم يسألني عن الستين ألف الستين ألف هذه كانت للعين القديمة التي حصلنا منها على النتائج باستخدام الآلة الحاسبة 32% ضرب 28 مليون تساوي 8 ملايين وتسعمائة وستون ألفا هنا أيضا نفس السؤال القديم السؤال الأول والثاني والثالث والرابع جميعهم احتمال نأخذ النتائج في هذه العينة على إجمالي العينة التي قمنا بدراستها الآن سألني عن كرة القدم كرة القدم هم 45 طالب إجمالي هذه العينة هم 150 قمت بجمع العداد جمعت جميع الطلاب هم 150 45 على 150 يساوي 3 على 10 وهي 30% الآن التنس التنس في الجدول هم 18 أيضا 18 على 150 طالبا من الجدول 18 على 150 يساوي هنا 3 على 25 هذه ككسر في أبسط صورة وكنسبة مئوية هي 12% بالنسبة للجمباز والكرة الطائرة أيضا في طريقة مشابهة الطلاب الذين يفضلوا الجمباز هم 12 من أصل 150 طالبا فإذا الاحتمال لهذه العينة العينة الإحصائية يساوي 2 على 25 أو كنسبة مئوية هي 4 أو عفوا 8% أيضا طلاب الذين يفضلوا الكرة الطائرة 9 على 150 بالآلة الحاسبة ستكون الناتج 6% هنا الناتج هو 6% كنسبة مئوية سؤال مختلف يوجد لدى كل 3 الطلاب من أصل 10 فإذا هنا لو قبل أن نبدأ الاحتمال هو 3 على 10 أو النسبة المئوية 3 من أصل أي 3 على 10 الآن السؤال افترض أن هناك 30 طالبا تنبأ كم شخص سيكون لديهم اشتراك مجاني نأخذ العدد الإجمالي ونضرف بالنسبة المئوية الإجمالي كان 30 والنسبة المئوية 13 فالناتج ظهر مباشرة يساوي 9 في السؤال A من أصل 225 تنبأ عندما ذكر لك أن تتنبأ فخذ الإجمالي الآن الذي ذكره 225 وضربه بالنسبة المئوية لكن كم النسبة المئوية للقطط التي لا تتسلق الأثاث؟ ابحث في هذه العينة الإحصائية في اليسار في الجدول هنا نسبة القطط التي تدربت على عدم التسلق هي 43% فإذن هنا الناتج يساوي 109 تقريبا و 65 جزءا لكن تقريبا يساوي 110 قمت بتقريب العدد أيضا في السؤال B الإجمالي الآن 316 لكن هنا سألني عن عدم نبش الأثاث توقع عددهم سيكون تقريبا بالعينة الجديدة وهي 316 سيكون العدد تقريبا 92 قطة السؤال السابع به قسمان أعطاني العينة الإحصائية في اليسار وذكر لي أن هناك عينة جديدة 605 طلاب السؤال هنا قارن بين الطلاب الذين يفضلون الكتب الساخرة على الكتب العلمية أي يجب أن أتنبع بالساخرة والعلمية الطلاب الذين يفضلون الكتب الساخرة نأخذ الإجمال ونضرب بالإحتمال الإجمال 605 أما الإحتمال 13 على إجمال العينة القديمة وهي 55 فإذن هنا الناتج أو التنبع الذين يفضلون الكتب الساخرة 605 ضرب 13 على 55 يساوي 143 لكن هؤلاء الذين اختاروا الكتب الساخرة الآن الذين اختاروا الكتب العلمية بنفس الطريقة نأخذ الإجمال وهو 605 ونقوم بضربه بإحتمال الكتب العلمية في العينة القديمة في الجذول الإحتمال هو 8 الجزء على الكل 55 طالب يوجد لدي في الجذول جمعة جميع الألقام فإذن 605 ضرب 8 على 55 يساوي 88 هو أراد مني المقارنة أو نقوم بحساب الزيادة عن طريق عملية الطرح 143 ناقص 88 يساوي 55 طالبا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر